شكرا لكم في فيديو جديد هذا المرة عندنا هذه اللابتوب السوني سأترك لكم موديلها على الشاشة هذه اللابتوب تشتغل ولكن بشاشة سوداء يعني بمعنى آخر تشتغل تنقش صورة ولكن صورة شباحية مثل ما ترون ماكو إنارة ليد على الشاشة هذه المشكلة من شنو ممكن أن تكون و شنو سببها إن شاء الله راح نتعرف على هذا الشي أثناء تصديح هذا اللابتوب طبعا قدت أمور ممكن تسبب هذا العطل منها أنه اللدات ما للشاشة محروقة منها أنه يكون خطة 19 وولت ما جاء يعبر على المذربورد على فلاسة الشاشة منها أن يكون السوكت ما للشاشة بمشكلة أو أكسدة عدة أمور ممكن تسبب هذا العطل خلينا نكتشف سوى شنو ممكن يكون سبب عطل هاي اللابتوب خليكم معنا شباب مثل ما تعودنا دائما أنه نبدي بالأمور الأسهل ثم الأصعب يعني نبدي بالأسهل انتقالا إلى الأصعب ثم الأصعب ثم الأصعب ثم الأصعب في تشخيص الأعطال ولهذا أول شغلة راح نسويها راح نفتح القسم العلوي نستخرج الشاشة ونشيك القسم العلوي قبل ما ننتقل إلى الجزء السفلي اللي ممكن يكون السبب يعني قصد الجهة المدربورد فخلينا نتعامل مع الجزء العلوي اللي هو جزء الشاشة فحتى نفتح الشاشة راح نجي نرفع هاي الأغطية بهالطريقة هاي نرفع البرواز أو القنر الخاص بالشاشة هسه نجي نرخي هاي الأعيارات مو نفتحها بشكل كامل نرخيها فقط هسه راح نقدر نرفع الشاشة بعد ما عملنا رخاوة بالبراغي من الطرف نحل البراغي المثبتة بالشاشة احرصها اثناء فتح الشاشة انك ما تعرض الفلاتات للأذى هالطريقة هاي رفعنا الشاشة مثل ما تشوفون الفلاتة مع الكاميرا متسقة بالظهر مع الشاشة فرفعناها بتأني حتى لا نسبب لها ضرب وقدرنا نحرر الشاشة من الكبر مالتها عسا هاي الشاشة قدامنا خلي اول شغلة نعمل نعملها انه نرفع الشاشة اللي موجودة على لابتوب بهالطريقة هاي رفعنا الشاشة القديمة خلي نحاط مكانها شاشة جديدة خلي اجيب شاشة جديدة بمكانها ثواني جبنا هاي الشاشة بمكانها طبعا هاي الشاشة بيها ضرر ولكن استخدمها لغرضة في بحص ما يهمني المهم اتأكد من سلامة اللدات فراح نربط الشاشة بهالشكل هذا مثل ما شفتم نحط الفلكس مع الشاشة بالمنفذ ونجي نشغل مرة ثانية مثل ما شوفون شباب نفس الحالة بقت ماكو انارة على الشاشة دلالة على انه الشاشة مع للابتوب اصلا سليمة ولكن المشكلة في مكان اخر طيب شنو كون تكون المشكلة راح نجي نبحث خط 19 وقت بس اللابتوب شغالة لابتوب خلي نطفيها ونشغلها مرة ثانية طبعا نشغل اللابتوب بهالشكل هذا سشغل على حاليا ونجي اه نشيك البلطيات على السوكت مع للشاشة خلي نطفيها نرفع السوكت نرفع هذا الغطاء الليلوني حتى يسرعدنا مرونة بالتعامل أكثر هني هدفي من هذا الشيء قد بس اتأكد انه 19 واصلة على الشاشة لا اذا ما واصلة فمشكلتنا لو بالفلاتة لو بالموتربورد نرجع نرجع الشاشة مرة ثانية نلعب و الفلكس بالشكل هذا دائما نحرص انك اثناء التعامل مع فلكس الشاشة لات تربط مصدر طاقة على اللابتوب ليش لانه خط 19 بورد في حالة اذا كان موجود فاثناء تقعيدك للفلكس على الشاشة اهتمال يصير بي اه شورت ويدي لك الى مشاكل كبيرة بالموتربورد او بالفلات اهتمال تحترق عندك فبعد ما قعدنا الفلكس نجي نربط الشاحن خلي نشغل اخذت صورة ولكن بدون ليد مثل ما اتشوفون خلي نجي سنشيك الفلطيات نجي بالموتيميتر ناخذ ارضي من اي مكان لنفرض السوكت نفسه ومثل ما اتشوفون شباب عندنا 19 بولت على الشاشة دلالة على انه خط 19 بولت سليم مثل ما اتشوفون شباب 19 بولت عندنا على الفلكس مع للشاشة هنا مشكلتنا مو خط 19 بولت اذا الموتربورد سليه موجود عبر بولتية على الفلكس والفلكس بدورة جاي يغذي الكارت اللي موجود على ظهر الشاشة بالقور ولكن الليدات ما جاي تشتغل هنا دلال على انه اقو اشارة خاصة بتشغيل الليدات ما جاي تظهر على مثل ما شوفون صوت الويندوز هم ايضا ظهر عندي شوف هنا على الليد اذا شوفون هنا على الليد ايضا عندي بولتية هذا الشي غريب طبعا خلي نحاول نرفع اللينارة خاص مثلا مغلقة من العيارات خلي نتأكد انه اذا رفعنا اللينارة ما للشاشة ما اقو هنا خلي نجي ندور على الاشارات المفقودة خلي نشوف هنا هنا مكتوب ثلاثة بوينت واحد تي في دي دي اثنين بوينت اربعة بي او ان اي بولت انيبول اعتقد ايضا مدنة وولت وهنا على المدخل مع الليد المفروض اندي بولتية اعلى من ال 18 حتى تنير الليدات فاكو او خلل بدائرة الانارة ممكن يكون خلي نطف اللابتوب نشيل الفلكس كيف نشتغل على شاشة الاصلية شباب هاي شاشة الاصلية بس تقول ليش تشتغل على شاشة الاصلية حتى هم اذا قدرنا نحل المشكلة نكون حليها على الشاشة الاصلية مالتا وهم ان اكو هنا مقبس لرفع الليد حتى نقدر نرفع الليد ونتصرف بكل اه راحة ويشكار قدرنا نشتغل على شاشة الاصلية نشتغل على شاشة الاصلية نشتغل 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 لانه الاشارات اللي على الكارت مال الشاشة ايضا موجودة ولكن بها على اكثر اشارة اه اشارة اه المفروض تجي على واحد مخطوط الفلاتة وخيمتها ثلاثة بوينت ثلاثة بولت اهتمال هاي ما جاء تعبر او بيقو قطاع بالفلاتة مال الشاشة فخلي نبدل فلاتة الشاشة ونتأكد سوا نثبت الشاشة انه موضجها ثبتها بشكل مؤقت خلي نلقي نظر على المذربور السباب شوق الثالث الشاشة وزعناها بشكل جيد لانه بيّن على المدربورد انه احد متفيتر شوف كاسرين السوكت ما للكارت الواي فاي البراغي ما للمعالج والكارت شاشة شوف هنا الفراغ اللي شاركينا يعني هذا الكارت شاشة ما جاي اه ما جاي يتبرد بشكل صحيح ان شاء الله ما يكون الكارت شاشة مضروب خلي اه بعد ما نزعنا بعد ما نزعنا الفلاتة ما للشاشة ورجعناها خلينا عمل التجربة مرة اخرى كما تكون الفلاتة ما كانت قاعدة بشكل جيد خليل نشغل بسم الله هذا هاي الأنواع من المشاكل طبعا سببها انه المستخدم يتصور انه اذا فتح اللابتوب ووفر على نفسه مثلا كنفلس على مدل يروح لخبير صيانه وينطيله كنفلس على مدل يسوي لها تنظيف للابتوب ويبدل لها معجون المعالج هنا يصور نفسه ويوفر فلوس هنا بنعكس جاي يأذي لابتوبه جاي يكبر المشاكل على الحاسوب يعني السعاية المشكلة كان بها مشاكل حرارة طبعا صاحبها على الأغلب او هم وديها على مصلح ما يخاف الله ما عنده خبرة ما عنده مفهومية فاتح اللابتوب ومحاول يبدل معجون المعالج مثل ما شوفون شو مسوي بالمعالج شوفون المعالج الأطراف ماتة كل هم سيحها بالمعجون الكارشاشة البرغي ماتة مضابه أصلا ومعالج الظل يلعب الهيت سينك فوق الكارشاشة هنا كاسر الرجل مع التثبيت مع الكارت الواي فاي يعني مدمر للحاسبة ويعني ما عرف ما عرف يعني شي يقول لك على عمام اخوان المشكلة كانت عندنا انه الفلاتة مع الشاشة بالطرف اللي موجود على الموتربورد ما كان يعبر اشارة الى الطرف الاخر بسبب انه هذا السوكت ما قاعد بشكل جيد مثل ما شوفتم مجرد نزع الفلاتة من مكانها وارجعها لان حلت المشكلة ولابتوب اشتغلت راح طبعا اخابر الزبون والتفقوية على كلفة التصطيح طبعا راح تكون كلفة متدين بنتدنيا لانه ما مات عبنا كثير بيها اللابتوب راح ارجع افقك لمجموع التبريد وابدل لمعجون المعارج ورتبها ايضان اذا راح حاول اصال لحاي الرجل المكسورة ما للواي فاي واذا ما لقدرت فما تضغش ما كلش مهمة هذا كلش اللي احبت اقوله بهذا الفيديو اذا اعجبكم الفيديو تنسون الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد كانوا اياكم سيف قداوي من قناة قداوي تيك شكرا شكرا